فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية أنهينا الحقنة الماضية في حديث المؤلف رحمه الله عن مشابهة هذه الأمة للأمم السابقة في الاختلاف في العقائد وما ذكره الله في قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا وحديث افتراق الأمة على 72 فرقة كما اختلف من قبلهم على 71 و 72 وذكرتم بعض ما حدث الأمم السابقة وأن من الطلاع عليها عرف ذلك وأنه لم يكن لهؤلاء أن يختلفوا لو تمسكوا بما جاء من الله سبحانه وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم وإنما ذكرت حديث ابن عمر لما فيه من ذكر المشابهة قال فعن محمد بن عمر عن عبي سلم الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله إن حديث الافتراق مشهورة ومتعددة الروايات فهي ثابتة وفي هذا رد على الذين يشككون الآن في حديث افترقت اليهود إلى قوله وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة فيه من ينكر هذا الحديث ويقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه عن جهل الشيخ رحمه الله يرد على هذا ويقول الحديث هذا مشهور بطرقه ورواياته فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من حصول الافتراق ولو فرضنا أن هذا الحديث لم يرد الواقع يشهد لذلك الواقع هل المسلمين الآن هل هم على طريق واحد أو على طرق متعددة ومتنوعة وفيها ضلال وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحد يعني ثلاث وسبعين في النار لأنها مخالفة لطريق الصحيح ليس على الصحيح إلا واحدة فقط وهي التي في الجنة وهذه الفرق في النار كل بحسب مفارقته منهم من يكون في النار لأنه كافر إذا كان افتراقه يقتل الردة ومنهم من يكون في النار لأنه فاسق إذا كان افتراقه لا يقتضي الردة وإنما يقتضي الفسق فيكون في النار على حسب جريمته مثل أصحاب الكبائر ومنهم من يكون في النار لمعصيته إذا كان الاختلاف لا يصل إلى حد الضلال وإنه يكون في النار بحسب جريمته لكنه ليس بكافر ولا يخلد في النار نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله فعن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود هذا كل حديث الذي قبله وكما أشار الشيخ رحمه الله في أن هذا الحديث متعدد الروايات وهو حديث ثابت برواياته عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رواه أبو داود وابن ماجة والتلمذي وقال حديث حسن صحيح